التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وزير التربية والتعليم طارق شوقي لمتابعة عدد من ملفات الوزارة خلال الفترة القادمة وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن فتح باب التقدم على موقعها الرسمي للمدارس المصرية اليابانية أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحديد مصروفات المدارس المصرية اليابانية بمبلغ عشرة ألاف جنيه مصري للطالب شاملة الأنشطة